أنا عايزة أروح هنا من تحليل الموسيقي بقى يعني برضو تقول لنا يعني عايزة أعرف منك محمد تقول لي دلوقتي الناس زي ما ما أستاذ أمجد قال عايزة أعرف برضو منك الشباب هم أكتر الناس بتبحث يعني وبدوروا هل أنت شايف أن احنا نقدر نقسها بفئة عمرية ولا نقسها بمحافظات يعني فيه في القياس محافظات مثلا يعني بتميل لنجوم معينين وفيه بالقياس فئات عمرية بتميل لناس معينة صحيح هو دلوقتي المنصات والأرقام أهم حاجة من الرقم بقى الرصد بتاعه هو الدلالة بتاعت الرقم إيه فأنا عندي لكل منصة فيه الجمهور بتاعه يعني يوتيوب هو يعتبر أكثر حاجة نقدر نبني عليها لأنه هو مجاني ومتاح للجميع لكن مثلا لو على منصة زي تيك توك فدي جمهورة بيبقى أغلبه مراهقين فيه منصات مثلا موسيقية زي مثلا سوبوتيفاي برضو بديبقى مراهقين أكتر أنغامي مثلا شاري مكتبات معظم الشركات الموسيقية فده بيبقى ليه جمهور أوسع شوية طبعا تتدينا أمثلة كده وإحنا بنتكلم بقى يعني مثلا لو إحنا بنتكلم على يوتيوب فهنلاقي أكتر حد تسمع أكتر أغنية تسمعت هي إليسة وسعد المجرد من أول ديها عاملة تلتونية وأربعة مليون مجرد إحنا معنا الصورة هي على الشاشة إليسة وسعد المجرد دي أرقام المطربين الأكثر ازتماعا الأكثر ازتماعا إليسة وسعد المجرد يعني برضو خلينا وإحنا بنقول نشوف كده التحليل يعني كان إيه السبب أول حاجة عشان هم هي الأغنيتين بفيها اتنين من نجوم البوب كبار جدا إليسة وسعد المجرد عنده شعبية كبيرة جدا في الدول شمال أفريقيا وإليسة نفس الكلام بقى واخدى في الوطن العرب وأصالة كمان تاني واحدة هل هنا قادر أقول كمان الحالة الغنائية اللي عملتها إليسة مع سعد المجرد في الأغنية عملت هذا البحث؟ أنا مختلف بقى شوية يعني بالناحة الفنية أنا ما بشوفش أن الغنوة دي نفع نقول مثلا عليها الأغنية المشتركة وأعتقد برضو أمجد يشاركني في الموضوع ده لأنه هو إحنا بنعمل أغنية تقريبا لفنان وبعكاب نطبقا نقسمها ده يغني كوبليدة وده يغني كوبليدة لكن ما فيهش مفهوم الاشتراك طبعا يبقى خلينا ده نقول ده البحث بالنسبة للناس يعني الناس هي الأختارة أهو مهتمية طبعا بيها وفيه جزء منه برضو ليه علاقة بحالة الجدل الجدل أحيانا بيزود الموضوع ده كان فيه حاجات ضد سعد المجرد في وقت نزول أغنية فده برضو يعني ساهم في انتشارها نوعا ما أكتر أن الناس تفضل في حالة البحث آه يعني فيه جدل سلبي نوعا ما عليه كان وقتها كان في قضايا وحاجات كده اللي كانت نزل في أول السنة للسنة دي طب بما أنك بتقول الجدل أستاذ محمد وأستاذ أمجد عايز أعرف الجدل برضو عند الناس الجدل والحكايات وكده ده اللي حصل زي ما قلت مع شرين بينجح أغاني دلوقتي الجدل بينجح أغاني يعني شرين في الفترة الأخيرة ما بتقدمش أغانيات هي شرين موجودة في محركات البحث عشان أخبرها لكن الجدل بينجح أغاني موجودة كشخصيات يعني مثلا الجدل نجح أغانية البخت الوجز لأنها ارتبطت بإشاعة معينة كده أثيرت أن الأغانية دي كتبت عن واحدة معينة فنانة معينة على علاقة بوجز أو مش على علاقة به فالناس أثرها الفضول بقى تسمع الغنوة اللي بيغنيها وجز الفنانة فبقى هو في محركات البحث الرئيسي الفضول زاد يعرفه فالغنية انتشرت في نجح فيه غنية برضو تعالى دلعك لبقى سلطان ونسر محروس وحكاية فيه كواليس الموضوع ورا حكاية خلينا نشوف الصورة دي ناس عدد الناس اللي بتدور على طبعا الراب وعلى وجز يعني برضو ده خلينا نشوف دي محافظات محافظات كتير دورت على وجز فدي كمان هتبقى محافظات انت عندك كمان هنا الحقيقة عندك وده أنا اللي بقف عنده اللي هي فكرة بقى المحافظات يعني دلوقتي احنا لما نيجي نشوف مثلا مثلا هنا يعني أنا وقفة هنا عند محافظات بعينها وده عجبني انه في محافظات بعينها دلوقتي نقدر نقرأ عن المحافظات يعني لما وجز مثلا لاقي هنا بتقولي بورسعيد السويس اسكندرية اكتر المحافظات بحثا عن اسمه فتقولي ايه التحليل مثلا ناخده سيد محمد اسكندرية طبيعي ومنطقي لان هي فيه نوع من الانتماء لان هو ابن المدينة وهو دايما فاذا اسكندرية لازم تبقى موجودة في المحرك البحث بس فيه بورسعيد السويس ما هو برضو هو الغنى برضو بتاعه ساحلة يعني فيه السواحل الموجودة في التكوين بتاعه دايما بيتكلم عن المواضيع دي ودي برضو مدن فيها شباب وهو بيمثل الجيل الجديد من الشباب المحركات البحث أثبت ده بورسعيد السويس اسكندرية لصالح ويجز اللي نديه فعلا المحافظات اللي فيها الطبقة المتوسطة الطبقة المتوسطة العاملة اللي هي الطبقة يعني كنا بسموها سعاد بورجازية مش بورجازية بس هي طبقة المتوسطة لا كان فكرة السواحل دايما بيبقى فيها اطلاع على الآخر ونحن نتكلم برضو على أنواع موسقية مستوردة ما هياش أصيلة نوعا ما إحنا نتكلم على الرب أمريكي جاي من بره ومقام مصارين وبنتكلم ليه أوضاع يعني بس خد بالك إحنا بقينا نعيش زي ما بنقول في العولمة فالشباب دلوقتي منفتحين وبيشوفوا وبيسمعوا وبيقرنوا